السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا هي نعم إنه يكذب أنا لم أفعل أي شيء من هذا نعم كالعادة توصلت بأجوبة كثيرة ورائعة ومجهودكم كان طيبا صراحة هذه الجملة كانت بسيطة يعني مستوها لم يكن مرتفعا يعني كانت في متناول الجميع لهذا توصلت بأجوبة صحيحة بنسبة أكثر من 90% وأنا سعيد بهذا سعيد بمشاركتكم وسعيد بأن أرى بأن متتبعي القناة مستواهم يرتفع شيئا فشيئا وكالعادة شارك معنا كل من مديحة من مصر آية آية نوها حاس حورية من الجزائر السلام جمعة عليكم لارا وائل نعم وليد فارس وسيلة الجي عيشة إبراهيم مختار بودومة منوعات اليوتيوب حبيبة حمادة الزين حامد خديجة نعيمة أم كوثر كمال من الجزائر سهام من المغرب مروان نخل فاطمة مبيد وجابر وإيمان من الجزائر نعم كل أسماء التي ذكرت شاركت معنا ومشاركتكم كانت جد رائعة ولكن كما تعلمون دائما قانون لعبة هناك فقط شخص واحد فائز ولكن فقط قبل الأعلن عن اسم الفائز أريد أن أذكر بقانون لعبة بأنه لا يجوز أن تشارك قبل أن ينتهي وقت الفيديو وقت الدرس يكون ما بين 10 دقائق 11-10 دقيقة إلى غاية 13 دقيقة لهذا يجب انتظار وقت الدرس أن ينتهي لكي تكون الحضور متساوية وأيضا لكي تستفيدوا من الدرس والفائز هذه المرة هي نعم فاطمة مبيض مبروك وكان جوابها هو نعم جوابك صحيح 100% وأقول لك مبروك وصراحة هناك مروان النخل نعم أظن مروان النخل كان قبلك وضع نفس الجواب قبلك ولكن أقول لك يا مروان أنا يعني توقيتك كان سيء بعد شيء لأنه كان قبل انتهاء وقت الدرس ولكن لا بأس بما أنك أعطيت الجواب صحيح فأنت أيضا فائز لأنك تحس بأنك تعلمت شيئا مفيدا وبأن مستوك يرتفع لا بأس الآن نعود إلى جملتنا لكي نشرحها ونتكلم عنها ونرى ما يمكن أن نستفده من هذه الجملة نعم جملتنا قلنا هي إنه يكذب أنا لم أفعل أي شيء من هذا إنه يكذب يكذب كذب يكذب وهنا سوف نستعمل الزرب يعني سوف نقول إنه يكذب سوف نقول أنا لم أفعل أي شيء من هذا أنا لم أفعل بما أن هناك أسلوب نفي يعني أنتم تعرفون أسلوب نفي في الفرنسية دائما نَاسَنَيْنِى نَایزَنِى نَUعَنِى نَيْاكَمَيَنْهَا حُنَا كَمَنْ كَتَبَ لِي فاطمة مبايد. نعم. كما قلت لكم نعم نتميب. انا لم افعل اي شيء من هذا. لهذا قلنا في الاخير. اي شيء من هذا. هناك ايضا من اعطوني صياغ كثيرة اخرى. مثلا بدلا من ان يقولوا انه يكذب. انا لم افعل اي شيء من هادا هناك من كتذا اعني ايضا صحيحة. او كتب او هذا ليس صحيح او ليس حقيقي. نعم تفيد نفس المعنى رغم انها ليست هي جملتنا بالضبط. ولكن عندما تقول ايضا صحيح او حقيقي. فالجملتك يعني تفيد نفس المعنى واكيد الشخص الذي امامك سوف يفهم ماذا تريد. او ويقول أكاذيب وهناك أيضا من كتاب لي وتوقف أيضا صحيحة حتى لو لم تكتب أيضا تبقى جملتك صحيحة ولهذا هو الفائدة من هذه الجملة نحن نحاول أن نرى جميع الصياغ الممكنة لكي تفهموا بأن ما كتبتم هو أيضا صحيح هناك بدلا قلت لكم مثلا من كتب فقط قلت لكم بأن جملته أيضا صحيحة بالمئة بالمئة رغم أنها ليست بالضبط الجملة التي أمامكم أتمنى أن تكونوا قد فهمتم المراد من كل هذه الصياغ نعم هكذا نكون قد رأينا جميع ما يمكن أن نقوله عن هذه الجملة نعم هكذا أصدقائي الآن وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة نعم وجملة اليوم وهي لا تقلق سوف نصل في الوقت المناسب وكي أعطيكم الجو العام الذي يمكن أن تتخيل فيه هذه الجملة ربما أنت مسافر في الطريق أو مع شخص ما وتطمئنه وتقول له لصديقك أو شخص من عائلتك تقول له لا تقلق سوف نصل في الوقت المناسب أيضا هذه جملة بسيطة والبحث فيها سوف يغني طبيعة الحرسيدكم اللغاوي لهذا أنا أنتظر أجوبتكم كالعادة وهكذا أصدقائي نكون قد وصلنا نعم قبل ذلك نقول نرجع ونقول مبروك لأختنا فاطمة مبيض ويكون هذا نعم فوزها الثالث يا فاطمة نعم فاطمة مبيض يكون هذا فوزها الثالث وتنضمين إلى قائمة الأشخاص الذين أحرزوا على ثلاث مرات فوز وبهذا أنت أيضا ممكن أن تطلبي أي درس تريدينه وتستحقين شهادة الفوز نعم أصدقائه هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم على أمل لقائي بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة